تمنا رئيس عبدالفتاح السيسي جهود مكتبة الإسكندرية في نشر العلم والمعرفة مشيرا إلى أنها تتكامل مع مساعي دولة في هذا الإطار لبناء الجسور بين الأمم والحضرات وفي تأكيد مفاهيم التعددية والسلام والحوار والتفاهم واحترام ثقافات كل الشعوب وخلال لقائم مع أعضاء مجلس أماني مكتبة الإسكندرية أكد الرئيس السيسي دعم الدولة الكامل للمكتبة ولدورها المهم مشيرا إلى أهمية التجديد المستمر في أطر وأساليب عملها وقيامها بدعم البرامج البحثية الجديدة وأنماط التعليم المبتكرة فضلا عن تحفيز قدرات الشباب وتنمية مهارتهم الإبداعية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مدير مكتبة الإسكندرية أحمد زايد أعرب عن تقديره لدعم لا محدود الذي يقدمه رئيس السيسي للمكتبة إيمانا بدورها في إنتاج المعرفة وترسيخ قيم العلم والثقافة وقد حرص رئيس السيسي خلال اللقاء على الاستماع إلى رؤى وأفكار أعضاء مجلس الأمناء حيث أشاروا إلى أن المكتبة تمثل حالة فريدة على المستوى الحضري إذ تعكس بدقة دور مصر كمركز تنوير تاريخي للالتقاء والتفاعل بين الثقافات الشرق والغرب والشمال والجنوب